السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقة جديدة ومعكم مستر صابر ياسين وهذه قناة سبيشال يوستيو بقناة الشباب المتميز الحلقة دي ان شاء الله هنكمل مع بعض حل تمارين الخاصة بالفوكاب يونت سيفن معنى النجاح وإحنا شغالين من كتاب جايانتس ألعى مالقة تمنى على لما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو ولو دي أقل مرة تشوف القناة تشترك معاي في القناة وتفعل زر الجرس عشان تمصلك أشعرات ببقى الحلقات الجاية ان شاء الله استنوني بعد الانترو وارجعت لكم مرة تانية وزي ما قلنا قبل الانترو الحلقة دي ان شاء الله هنكمل مع بعض حل باقي تمارين الفوكاب الخاصة بالجزء الأول من كتاب العمالقة الوحدة السبعة منهج الترمي التاني عشرين اتنين وعشرين يلا بينا نبدأ بسم الله أول مسألة عندي معايا رقم 73 بيقول طبعا الإجابة هتكون كلمة والجملة معناها من في رأيك أو انت تعتقد ان مين هو اللي هيتغلب على التحديات الأصعب علشان يحقق النجاح ولماذا؟ طبعا بكم معناها يصبح أو تكم معناها ناتج أو منتوج أو حاصل وإن كم معناها الدخل وفي كلمة اسمها national income مشهورة جدا بتيجي في الترجمة معناها الدخل القومي يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون كلمة overcome difficulties يتغلب على المصاعب رقم اتنين طبعا الإجابة هتكون كلمة overcome برضو والجملة معناها العالم كله ينبغي أن يتعاون عشان يجد طرق لكي نتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري طبعا مش هتنفع كلمة double معناها يضاعف increase معناها يزيد spread معناها ينشر كل ده طبعا مش هينفع في الجملة بتاعتنا رقم 75 بيقول رحاب's achievements are very not for other women who are interested in power lifting الإجابة بتاعتي هتكون كلمة inspiring معناها ملهم والجملة معناها بيقول إنجازات رحاب كانت ملهمة جدا لنساء أخريات اللواتي كنا مهتمات برياضة رفع الأثقال عندي كلمة hard معناها صعب وبتجي ظرف معناها بجد normal معناها عادي different معناها مختلف رقم 76 بيقول don't know how to achieve success immediately because it sometimes takes a long time طبعا إجابة هتكون كلمة expect والجملة معناها لا تتوقع لا تتوقع أن تحقق النجاح مباشرة لأنه أحيانا يستغرق وقت طويل طبعا accept معناها باستثناء أو معادة كلمة accept معناها يقبل كلمة protect معناها يحمي رقم 77 شاق أو مرهق وأنوانس فعل معناها يعلن في جورنان مثلا أو في مجلة والتشينز دي لها معنايين ممكن تيجي بمعنى سلاسل جمع كلمة تشين تشينز سلاسل ولو جد فعل يبقى معناها يقيد بالسلاسل رقم 78 بيقول طبعا الإجابة هتكون كلمة qualities والجملة معناها يوجد إجابات مختلفة للسؤال اللي بيقول ما هي المؤهلات اللي لازم تكون موجودة عند الناس النجحة طبعا ما تنفعش كلمة quantities اللي معناها كميات equality معناها العدل أو المساواة الكلمة دي العدل أو المساواة وكلمة skulls دي معناها جمع جمع السؤال اللي عندي بعد كده بيقول رقم 79 بيقول طبعا الإجابة هتكون كلمة significantly معناها بشكل ملحوظ والجملة معناها بيقول لو إحنا أو لو أنت نظرت على هذا المخطط أو الرسم البياني سوف ترى إلى أي مدى أرباح الشركة ازدادت بشكل ملحوظ طبعا عندي كلمة hardly وانا دي معناها almost not بتساوي كلمة almost not معناها بالكاد أو بصعوبة كلمة friendly صفة معناها ودود وكلمة neighborly صفة معناها حسن الجوار أو غيور على مصلحة جاره يعني بيخاف على مصلحة جاره في صفة تانية اسمها neighboring neighboring يعني بدل ال-ly دي i-n-g neighboring الصفة معناها قريب أو مجاور بتساوي كلمة near أو next to رقم 80 it's our pleasure to invite you to the awards not for young sports people in our area طبعا رجابة هتكون كلمة ceremony والجملة معناها بيقول من سعادتنا أن ندعوك إلى award ceremony مراسم توزيع الجوائز award هنا معناها جوائز أو مكافأات والسريموني كلمة معناها مراسم مراسم احتفال يعني for young sports people الشباب اللي هم الرياضيين in our area في المنطقة بتاعتنا كلمة celebrity معناها شخص مشهور funeral معناها جنازة celebrate معناها يحتفل رقم 81 what do you do to not information from a lecture ممتاز اللي جابها هتكون كلمة paraphrase معناها يعيد صياغة والجملة معناها ماذا تفعل لكي تعيد صياغة المعلومات من المحضرة اللي انت بتكون موجود فيها كلمة summary معناها ملخص كلمة phrase معناها عبارة كلمة plain صفة بتجي معنى بسيط أو واضح أو صريح ممكن تجي ظرف بمعنى تماما زي مثلا لما أقول your answer is plain wrong إجابتك خطأ تماما أو خاطئة تماما وفيه ظرف تاني اسمه plainly معناها بوضوح رقم 82 diets are most effective when you not them with exercise تمام الإجابة هتكون كلمة combine والجملة معناها الحمية الغذائية بتكون أكثر فعالية عندما تجمعها مع التمارين الرياضية كلمة separate معناها يفصل كلمة isolate معناها يعزل كلمة exclude معناها يستبعد أو يستثني رقم 83 my brother works as نقط assistant for a big company طبعا الإجابة هتكون كلمة administrative administrative assistant معناها مساعد إداري كلمة administratively اللي هو الظرف ودي معناها بشكل إداري أو إداريا administration معناها الحكومة أو الإدارة وadminister معناها فعل دي فعل معناها يدير وأحيانا بتجي بمعنى يعطي دواء يعطي دواء رقم 84 the results of the research are not at the end of the chapter طبعا الإجابة هتكون كلمة summarized والجملة معناها إن نتائج البحث تم تلخصها في نهاية الفصل كلمة lightened معناها يخفف waste معناها يهدر أو يضيع challenge معناها يتحدى وهي هنا جاية فعل بمعنى تحدى رقم 85 my uncle is a member of a council he is a counselor طبعا الإجابة تكون كلمة counselor معناها عضو في مجلس لأنه هو بيقول خالي أو عمي عضو في مجلس يبقى هو counselor وقول أنه في كلمة شبهها بالضبط بس بدل حرف O دهو حرف الأي دهو بدل منه حرف E counselor ودي معناها مستشار طبعا surgeon معناها جراح plumber معناها سباك وسمر معناها سباح رقم 86 I wasn't sure if I could successfully know at my job with playing handball طبعا إجابة هتكون كلمة combine والجملة معناها بيقول أنا مش متأكد إذا كنت هقدر أجمع ما بين وظيفتي ولعب كرة اليد بشكل ناجح رقم 87 طارق has not his goal of becoming a successful computer engineer ممتاز تنفع فعلا كلمة reached وتنفع كلمة achieved إذن اللي جابها هتكون كلمة B and C اللي جابها هتكون B and C لأن عندي reached معناها reached his goal وصل للهدف بتاعه و achieved his goal حقق الهدف بتاعه إن هو يكون يعني successful computer engineer يعني مهندس حسب آلي نجح رقم 88 لم يا has all the note you need to be a good teacher طبعا إجابة هتكون كلمة qualities يعني صفات أو مؤهلات والجملة معناها لم يا عندها كل المؤهلات اللي محتاجاها علشان تكون مدرسة جيدة equality معناها العدل أو المساواة quantities معناها كميات qualified مع صفة معناها مؤهل رقم 89 I have a note some sentences from the presenter speech طبعا إجابة هتكون كلمة quoted يعني اقتبستو أو استشهدتو ببعض الجمل ببعض الجمل من خطاب المقدم أو المزيع يعني presenter بتجيب معنا مقدم أو مزيع مزيع برامج يعني كلمة impressed صفة معناها منبهر ولو جت فعلا هيبقى معناها انبهرة وchallenged معناها طبعا هو الماضي من يتحدى وachieved معناها حققها أو أنجزة اللي هو الماضي من achieve يعني رقم 90 I use language to highlight important information طبعا إجابة هتكون كلمة اسمها sign posting language اللي هي معناها اللغة الدلالية وده درس عندنا في الوحدة هناخدو صفحة 38 لو بصوته في الكتاب قالبتوا كده هجبتوا صفحة 38 هتلاقوا تعريف sign posting language اللي هي اللغة الدلالية علشان نلقي الضوء على المعلومات المهمة posting معناها النشر لو أنت بتنشر حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي ولو هي فعلا هيبقى معناها يرسل بالبريد زي كلمة post office اللي هو مكتب البريد جاي هنا بس منضفلها ENG signal معناها يشير أو يومئ أو يعطي إشارة وممكن تجيب معنى إشارات مرور القطارات قال عليها signal و stranger صفحة معناها غريب أو اسم رقم 91 she managed to find a job immediately after طبعا after graduation يعني بعد التخرج graduate دي معناها خريج لو هي فيها A a graduate graduates فعلي معناها يتخرج graduated تخرجها اللي هو الماضي منها رقم 92 now that my sons are more not I have more time for myself المنتاز الإجابة هتكون كلمة independent والجملة معناها دلوقتي بما إن أولادي أصبحوا independent يعني مستقلين عادوا يقدروا يعيشوا لوحدهم من غير ما يعتمدوا علي في حياتهم أصبح عندي more time for myself وقت أكتر لنفسي independence معناها الاستقلالية independently بشكل مستقل dependent عكس كلمة independent اللي احنا اخترناها dependent معناها معتمد على غيره ما يقدرش يستغنى عن غيره في أكله أو في شربه أو في حياته independent معناها مستقل رقم 93 she was wearing a black suit she looks so smart بيقول هي بترتدي إيه كده black suit أو هو هي بترتدي بدلة سوداء إيه تمام كده elegant معناها أنيق لكن ugly معناها قبيح وسلي معناها سخيف و awful معناها فضيعة رقم 94 she demonstrated a clear not to improve her performance طبعا الفعل demonstrate معناه يثبت أو يبرهن على أو يوضح عمليا وبتيجي أحيانا بمعنى يتظاهر أو يشترك في المظاهرة كل دي معاني كلمة demonstrate اللي جابها تكون كلمة presentation والجملة معناها هو أثبت وبرهن بعمل حاجة اسمها عرض تقديمي واضح علشان يحسن من أداءه و طبعا عندي كلمة determination دي معناها عزيمة أو تصميم و كلمة مين دي بتجي بفعل بمعنى يعني أو يقصد و لو جات صفة بتجي بمعنى بخيل و achievement اللي هو النوع من achieve معناها إنجاز أو تحقيق هنجي بنقل بصفحة 14 95 بيقول لي محمد has been not some research in that area طبعا كلمة research بتاخد الفعل دو عندي هنا دو فيها إنجي و دو اللي هي التصريف الثالث طبعا هاخد اللي هو اللي فيها إنجي has been doing طبعا ده زمن مضارع تام مستمر رقم 96 I have been working on this project since January طبعا الإجابة هتكون working on يعمل على مشروع رقم 97 I can't help so many mistakes can't help making so many mistakes عشان كلمة mistake تاخد الفعل make make a mistake و طبعا تومك دي ما تنفعش عشان can't help بعدها فيربة ANG رقم 98 the book is a great note everyone wants to read it طبعا كان success يعني هنا معناها عمل ناجح كلمة success هنا معناها عمل ناجح و طبعا ما ينفعشي أخد a success دي لإن هنا في A و دي صفة a great هقول a great a success طبعا ما تنفعشي success فعلي معناها ينجح celebrity معناها شخص مشهور رقم 99 what every day not have you achieved so far this month عندي طبعا كلمة every day دي صفة والإجابة هتكون كلمة success والجملة معناها ما هي النجاحات اليومية اللي انت حققتها حتى الآن هذا الشهر رقم 100 I suggest I suggest that علي نقط much exercise to keep fit قاعدة suggest بيجي بعدها ذات وبعد ذات فاعل وبعد فاعل مصدر أو شوط زائد المصدر يبقى الإجابة هتكون كلمة دو والقاعدة دي مش خاصة بسجست بس لا خاصة بسجست وفعال الثاني اسمه recommend رقم 101 my mother always encourages me to not will in my job تمام to do will يعني يشتغل كويس في الوظيفة بتاعته أو يبلي بلاء حسنة أو يبذل قصارى جهده في الجوب بتاعته رقم 102 I thought I would go to Indonesia to find not more about the orangutans there طبعا إجابتكم كلمة find out about يعني يكتشف عن وطبعا كلمة orangutans اللي هو إنسان الغاب 103 it helps if you not yourself clear goals تمام if you set yourself بيساعدك أو بيساعد لما تضع لنفسك أهداف واضح رقم 104 I think the company will be able to not at all challenge طبعا واضحة جدا overcome challenges معناها يتغلب على التحديات رقم 105 you should not your parents طبعا الإجابة هتكون كلمة you should be proud of you should be proud of وكان في إجابة تنفع كمان بس لو غيرنا حرف واحد فيها اللي هي اللي كانت تنفع يعني take pride in ده هي بس الحرف ده لو كلنا غيرناه بكلمة pride دي كانت تنفع دي معناها برضو فخور بي take pride in بس هو بقى عامل ايه مغير ال-P بيخليها بي عاملها كده ودي غلط نعايزين اللي هي كده دي تنفع هنا رقم 106 عاد الإمام مؤد the word for best actor last year طبعا الإجابة هتكون كلمة one fast be a word بتيجي هنا جاي بمعنى جايزة وأحيانا بتيجي بمعنى تعويض أو بفعل حتى ما بيمكن تجي بمعنى فعله بمعنى يمنح رقم 107 the doctor recommended giving not smoking or the patient will suffer more طبعا الإجابة هتكون كلمة give up يعني يتخلى عن أو يقلع عن التدخين وفيه طبعا give out لو خدنا give مع out معناها يتعطل عن العمل لو قلت مثلا the machine gave out الآلة تعطلت عن العمل وفيه كلمة give off بمعناها ينشر ما فيش حاجة اسمها give with صف بتاعت كده رقم 108 she not a degree in music at university in Germany طبعا got a degree معناها حصلت على درجة علمية وطبعا ما ننفعش كلمة gain لأن gain معناها يكتسب بشيء معناوي وmade معناها يصنع طبعا ما تنفعش حاجة اسمها make degree 109 students can learn to be independent by not their own choices طبعا كلمة choices دي بتاخد الفعل make يبقى على طول يا make يا making طيب أنا عندي هنا حرف جرى اللي هو by by بيجي بعد by ing يبقى اللي جابها تكون كلمة making 110 they thought that people with down syndrome couldn't not responsible jobs طبعا كلمة jobs بتاخد الفعل دو يبقى اللي جابها تكون كلمة do رقم 111 the drug not no effect in curing the illness طبعا had no effect ليس له اي تأثير في معالجة المرض رقم 112 if you want to be successful you need to work hard for a few weeks or months and then not a break طبعا كلمة take a break يعني تاخد فسحة او اصطراحة او اجازة رقم 113 without treatment she will almost no die طبعا اللي جابها هاتك هنا almost certainly وتلاحظ هنا يا جماعة almost adverb يعني ظرف certainly ظرف وده هناخده في grammar الوحدة ظرف بيوصف ظرف زيه دي برضو من الحاجات اللي انا اخدها ان شاء الله في الوحدة دي رقم 114 we have developed a new note that corrects the problem تمام developed a technique يعني طورنا اسلوب اه او طريقة او مهارة كل دي بمعاني كلمة technique وفي كلمة تانية عندي في الاخر كده كده اسمها technique معناها technique وعندي كلمة تانية اسمها technique اه اللي هو التقني اللي هو علاقه بالتقنية شوية ودي كلمة اسمها technician اللي هو الشخص التقني الذي يعمل بالامور التقنية 115 his note didn't stop him from becoming a world class scientist طبعا disability الجملة معناها الاعاقة بتاعته لم توقفه ولم تمنعه انه يصبح عالم على مستوى عالمي مشهور يعني disabled دي معناها معاق وdisabled اللي هو الفعل معناها يعجز يعني يصيب بالعجز ودائما الفعل ده ما بيجي في المبني المجهول وكلمة ability معناها قدرة انا نجيب الصفحة لباكها صفحة 15 regular exercise will help to strengthen your تمام your muscles الجملة معناها التمرين المنتظمة هتساعدك انك تقوي عضلاتك طبعا mind معناها عقول واستمك معناها معده وليفر معناها الكبد 117 he not for a moment seemingly overcome by emotion طبعا الإجابة هتكون كلمة posed والمعنى هو توقف للحظة على ما يبدو seemingly زرف معناها على ما يبدو غمرته العاطفة طبعا posted معناها أرسلة quoted معناها استشهدى او اقتبسة perform معناها أدى 118 she not from a newspaper article طبعا الإجابة هتكون كلمة quoted معناها اقتبسة من مقالة في جورنان كلمة treated معناها عالجة أو عاملة أو تعاملة achieve معناها حققة بعد كده عندي 119 make sure all the wires remain firmly تمام firmly attached يعني بقول له تأكد أن كل الأسلاك كانت مقتصلة ومرتبطة بشكل ثابت attacked معناها هاجمة attracted معناها جذبة هو الماضي من attract يجذب وindented معناها مسنن أو ممزق صفة يعني 120 the survey data نقط general satisfaction with the process ويالجملة طبعا الإجابة هتكون كلمة الإجابة هتكون كلمة indicate ويالجملة معناها بتقول إن بيانات استطلاع الرأي أو الإحصاء بيشير أو بيبين إلى إن في رضا عام عن العملية incident معناها حادثة indirect معناها غير مباشر وdirect معناها مباشر 121 I usually make friends with people who I can تمام who I can trust والجملة معناها أنا عادة بأكون صدقات مع الناس اللي بأقدر أثق فيهم دوت معناها يشك وإلوز معناها يفقد أو يخسر ومس معناها يفوته لو جاي بعدها وسيلة مواصلات وبتيجي بمعنى يفتقد شخص لو جاي بعدها شخص رقم 122 the priest had traveled from Australia to perform the note طبعا إجابة هتكون كلمة ceremony الجملة معناها بتقول إن الكاهن أو الإسيس سافر من أستراليا لكي يؤدي مراسم الحفل تقريبا حفل زفاف ولا حاجة termination معناها عزيمة أو تصميم representative معناها ممثل أو مندوب leakage rule معناها محاضر اللي هو الشخص اللي بيلقي محاضرات يعني رقم 123 he was quite about the idea طبعا enthusiastic about الإجابة يعني كان متحمس إلى درجة كبيرة بشأن الفكرة رقم 124 they will be given not on their performance they will be given feedback يعني سوف يعطوا feedback يعني تغذية راجعة يعني إيه تغذية راجعة يعني مثلا اللي بتكون كاتب essay مثلا على سبيل المثال أو paragraph وبتروح تاخد وتودي للمسطر بتاعك والمسطر بتاعك بيقول لك تعال شوف أخطائك واحد اتنين تلاتة أربعة انت غلطت في دي ومفروض كانت تعملها كذا وغلطت في هنا في المقطة دي كان مفروض تعملها كذا هو كده بيعمل لك حاجة اسمها feedback تغذية راجعة بيعرفك أخطائك علشان تتفاداها في المرة المقبلة هو ده بقى feedback 125 والجملة معناها بتقول ان الجمعة لا تسمح بالتدخين أثناء المحاضرات جمعة كلمة اسمها اللي هو العود آلة العود اللي بتعزف عليه معناها محاضرين لتس معناها الخص نبات الخص رقم 126 طبعا الإجابة هتكون كلمة highlight والجملة معناها ان السيفي بتاعك ينبغي ان يلقي الضوء على مهاراتك وانجازاتك رقم 127 طبعا الإجابة هتكون كلمة evaluate والجملة معناها من الصعب او ممكن يكون صعب انك تقيم فعالية وتأثير العلاجات المختلفة رقم 128 طبعا الإجابة هتكون كلمة average والجملة معناها متوسط التكلفة علشان تعمل فيلم ارتفعت بنسبة 15% 129 please inform us if there are any نقط change in your plans طبعا الإجابة هتكون كلمة significant والجملة معناها من فضلك اخبرنا لو كان هناك اي تغييرات ملحوظة في الخطط significantly زرف معناها بشكل ملحوظ disable معناها معاق successfully معناها بنجاح او بشكل ناجح 130 any نقط aid should be carefully selected and planned to add clarity to the presentation طبعا الإجابة هتكون كلمة visual visual aid معناها الوسائل البصرية المساعدة اللي ممكن بلواحد بيستعين بها لما بيجي يعمل presentation اللي هو عرض تقديمي وطبعا visual aid المساعدة البصرية او المؤثرات البصرية طبعا بيتم اختيارها علشان تدي clarity تضيف clarity وضوح للعرض التقديمي vision معناها رؤية visible معناها مرئي invisible معناها غير مرئي رقم 131 this door is kept permanently locked دايما بيفضل مقفول بشكل دايم the antonym of permanently permanently مضاد كلمة permanently temporarily بالضبط كده عكس كلمة بشكل دائم بشكل مؤقت 132 the conference will begin with a key note by leading industry figure طبعا اللي جابها تكون كلمة presentation واضحة اصلا من كلمة key note key note دا يجماعي اسم برنامج معمول application ومعمول برنامج على الجهاز الكمبيوتر بنستخدمه وبنستعين بيه في عمل presentations اللي هو العروض التقديمية حاجة كده شبه powerpoint وبيقول ان المؤتمر بدأ بعرض تقديمي على key note عن شخص شخصية صناعية بارزة leading صفة معناها بارز او ملحوظ 133 it's necessary to use نقط caution with chemicals تمام اللي جابها هتكون كلمة extreme والجملة معناها انه لمن الضروري ان احنا نستخدم الاحتياط الاقصى درجة يعني مع المواد الكيميائية 134 I'd like to take this نقط to thank you all طبعا I'd like to take this opportunity عاوز استغل الفرصة لكي اشكركم جميعا 135 the government does its best to refresh our economy but funding is still تمام a challenge بيقول ان الحكومة بتبزو القصارة وصعها علشان تنعش الاقتصاد لكن التمويل لازال تحدي كبير challenging صفة معناها مرهق او شاق benefit معناها فائدة beneficial صفة معناها مفيد 136 we can see world changing نقاط in research projects طبعا كلمة values والجملة معناها احنا دلوقتي بنشوف world changing values القيم العالمية بتتغير في in research project في المشروعات البحثية valia بالصفة معناها قيم valia بالصفة معناها متاح او متوفر وvain بتيجي الصفة بمعنى مغرور او مزهو ولها معنى تاني بتيجي برضو صفة بمعنى بلا فائدة شيء بلا فائدة وبتيجي ظرف بمعنى in vain بتيجي كده in vain ظرف معناها بلا فائدة او بلا جدوى برضو فيه ظرف اسمه vainly vainly هي هيها in vain اللي اتنين معناهم بلا فائدة وبلا جدوى 137 my father is a great person he is always my تمام inspiration اللي جملة معناها ابي شخص مشهور وشخص عظيم هو دايما مصدر الهاملية opportunity فرصة disability اعاقة treatment معناها علاج او معاملة 138 several nقط changes have already been implemented in our government بيقول العديد من التغييرات الملحوظة والبارزة تم تنفذها في الحكومة بتاعتنا significance معناها الدلالة او الاهمية او المدلول significantly ظرف معناها بشكل بارز او بشكل ملحوظ disabled معناها معاق اخر نقطة معنا في الحلقة most people show a bit more not when they receive a prize طبعا نجابها تكون كلمة enthusiasm والجملة معناها معظم الناس بتبدي وتظهر حماس اكثر لما يعطوا لما يستلموا جايزة يعني determinate صفة معناها حاسم او محدود وانتسيازم معناها الحماس طبعا هي نفس الكلمة طبعا دي خطأ طباعة بليك تشير معناها محاضرة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى لو عندكم اي استفسار تسيبوه تحت في التعليقات ولو عجبكم الفيديو وتقضي اطلاق للفيديو ولو يعني حبيت تشارك الفيديو مع زمايلك اكون شكر جدا ويارد تكتب تحت اي تعليق حتى لو هتصلي على النبي في تعليق من التعليقات شكرا لحسن استماعكم استنونا الحلقة الجاية ان شاء الله هنشتغل الجزء الثاني الخاص بالقواعد زمن المضارع التام الفرق ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر شايفكم على خير واتمندلكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته